الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوه إليه ونستغفر وأنا أعوذ بالله من شجور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده مقدار عالم الغيب والشهادة الكبير متعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقي وخليل من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا نذيرا ففتح به أعين العمياء وآذان صمى قلوبا ألفا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان علام الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد إخواني في الله وإحبابي في الله وصلنا المحطة الأخيرة في هذا اليوم الأخير حول هذه السلسلة في حل المشاكل المسرية وتوقفنا باللمس مع قوله تعالى فأعرض عنهم وعزهم وبين أن الموعظة تبنى على معرفة بحال من نعز وبين مراحل الضعف التي قد تعتبر المرأة وتعتبر الرجل والتي يجب على كل طرف أن يراه ثم ختم الله الآية بقوله وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا ملي وهذا حقيقة يعني أيضا أدب من أدب التعامل التي بها تحل الكثير مشاكل فالذي أخطأ خطأه قد يكون بإرادة وقد يكون بغير إرادة ليس كل الخطأ بغير إرادة إن كان مريد للخطأ مصر عليه عامد له فهذا يحتاج أن يعالج بطريقة تختلف عن الذي وقع الخطأ منه سهوا أو بغير ضمنه السهوة عاف الله عنه فكيف لا نعف نحن عنه أما العمد العمد لا يسمى خطأ إن عمد للمعصية لا يسمى خطأ لكن ترتب على هذا العمد شيء من الجهالة هذا الطرف الآخر هذا لابد من تقويم وتقويمه يحتاج كما نصة الآية نصيحة أعظهم وهذه النصيحة جزء منها أن نرده هو لقوى لإمكانياته حتى نعينه على أن يعالج نفسه بنفسه العنج يا إخواني لازم السماء ولا يطف كبسولة إنما الإنسان كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى مع ذيره فإحنا نعينه على التبصر بعيبه ودائم ونعينه على الخلاص من هذا العيب ودائم نعالج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي زر الغفاري لما يعني أخطأ في حق سيدنا بلال فقال له يعني إخوانكم خالق يعني رب العباد جعل فلندا يخدمك تذكر خدمته تذكر عطاه لك حتى لو كان عبد لكن بيخدمك والخدمة فاضل إخوانكم خالق ثانيا من مكنه من خضوع لك إلا ربك قل قد جعله ما تحت أيديكم وماذا قدر الله له إذا جعلت تحت أيديك الذي قدر هذا خدمة لك أعطى حقوق قال لفأطعموهما تطعبوك وقشوهما ما تلمسه ولا تكلفوما لا يطلقون فإن كنا قد أمننا بالتعامل هذا التعاون مع ملك الليمين العبد فكيف بالزوجة أو كيف بالزوج لابد أن ندرك هذه معاني إخواني وأن نخف أمامها أن نطعمها مما نطعم لكن لما رجل طوال اليوم يأكل بر يأكل الأحلى آتك ويجي كمان يقول لي نهاردة أكل أكلت أكلت سمك حلو جد والنهاردة مش عارف دخلت مطعمة كباب بتاع إيه وهي متروكة في بيتها وحدها ألا يغلي ذلك كله في صدقه إحساس المرأة بمشاركة الرجل لها في السراء والضراء لا شك من المعينات لها على نفسها من المعينات لها نفسها دي إنسان لا يكثر نفسه عليه لا يفضل نفسه عليه أنا رأينا اللي بتراخب يعني اللقمة الطعام تدخل لفمه وشربة المال تدخل لفمه كيف يقدمها أو يشركها أو لا يشركها رأينا هذا الشرح سبق شرحه هذه القضايا أخواني مما جد أن يطعمها مما يطعم وأن يكسوه ما يلبس مش طوال يوم عمالي اشتره وبدله 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 وهي آخر واحدة يفكر اشترها شيء هذه القضايا لا شك لها أثر في حات المرأة لكن لما تجد أنه يبثرها على نفسه ويكسوها ولا يكسو نفسه ويشتري لا يشتري نفسه الكلام ده بيرفع منزلة زوجة في السماء ده أثرها نفسي من أنه وصح بالمال هذه المعاني كلها يا إخواني لا شك أن لها أثر لكن على الأقل حد أدنى أن تطعمها مش هولك فضالة عن نفسك الحد الأدنى أن تأكل ما تأكل وتلبس مما تلبس كسيد نفسك تكسوها أطعمت نفسك تطعمها لا تترك أن تطعمها مما تطعم تقسو مما تلبس وأن لا تكلفها ما لا تطيق كثير من الناس وده خطأ واقع في كثير من الناس يقارن امرأته بغيرها أو هي تقارن زوجها بغيره وده المحك اللي به تنفر النفوس يعني ايه امرأته قد تكون موهوبة في طبيقه لكن غير موهوبة في تربية الولد أخت موهوبة في تربية الولد خالته موهوبة في النظافة أم موهوبة في البر في أولا ليه لماذا لا تكون كأمي في البر لماذا لا تكون كخالة في النظافة يود أن تكون امرأته موهوبة في كل شيء الكلام ده غير وارد يخوين كل امرأة أعطاها الله موهوبة في جن لم يعطي غيرها فالمطلوب منها في غير الموهبة العرف لذا قال تعالى اخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن تهلي الحد الأقصى اللي يطالب به كل إنسان ما لم يكن موهوبا العرف فلا أطالب مرأتي أن تكون ككل موهوب عايزها موهوبة في كل موهوب طب وهل أنت كذلك طب انظر نفسك انظر نفسك وكذلك المرأة عايز نزوجها في حنم فلان ونفخة فلان وكرم فلان وعز فلان الكلام ده غير وارد المقارنة في هذا الباب في غير محلها لا من المرأة المرجو المطلوب أن يكون لاحد فينا يعرف إمكانيات التي أعطاها الله العباد الحد الذي يتفق عليه عند الكل الخلق المعروف الذي لا هو بموهوب ولا هو معيوب لذا نصت الآية وأمر بالعرف اجعل مدار الحياة بين الأزواج على العرف إذا أدى ما يؤديه أغلب الناس أنجز أنجز وإذا أدت أغلب ما يؤديه النساء أنجزت لا نطلب المزيد لا نطلب المزيد إن طلبناها كلفناها من وطيق وإن طالبتنا كلفتنا من وطيق وده معنا يا أخواني دقيق جدا وكثير من يسخع فيه من حيث لا احتسب إن تعبان مع امرأتي في تربية الأولاد فيبص الفلانة دار جارتنا زين فل في تربية الأولاد وطوال اليوم يزل لها شفت فلانة شفت فلانة طيب عايزها يا مرأتك ما هو بك فلانة في التربية وما هو بك فلانة في الطبيق وما هو بك فلانة في السحر والقلق وبعدين هي جنس البند الله رأس إخواني أنا بد أن ندرك هذه المعاني المغرب عادة ما تكون في جانب ولو نظرت لجاراتك وقريباتك في الجانب اللي ورأتك ما هو فيها لو جدت عند جميعهن نقص نقصا يقينا لأنه غير مغبت في هذا مغبت في جانب أخرى هذه المقارنة مقارنة جائرة يلزمنا تركها ولزوم العرف الذي أمر الله به لذا قال وأمر بالعرف وأمر بالعرف يلزم قواعد العرف في كل التعملات فلا تطالبها ما لا تطيخ لذا قال ولا تكلفهم ما لا يطيخونها فإن كلفتموهم فعينوهم عايز امرأتك تبقى وهوبة سعيد أعينها لغاية ما ترتقي في العرف لأعلى درجة العرف بلاش تبقى وهوبة لكن نجيب لك أعلى درجة العرف وضح المعنى يا إخوان دي قواعد في التربية الإنسان اللي تزفيد وخبط وخلاص ومش عارف يعمل إيه هذا توهان ليس علاج ورب لبعض أوجب علينا نبحث عن مسائل علاج فنستخدمها يا الذين هم من حقوق أنفسكم وليكم نرى إزاي خبرات النار وأنا مش عارف إزاي أقومها إزاي أزكيها إزاي أسمو أخلاقها إزاي أرتقي بعطائها هذه كارثة لذا قال ولا تكلفهم ما لا تقون فإن كلفتهم فعينوهم وهذا من العانة إذا ندرك هذا المعنى الدقيق جدا إخوان لابد من أن نراعي هذه المعاني في التعامل بيننا كأزواج سواء هي مع زوجها أو هو مع زوجته مراعاة هذه الخضايا هم جدا التحديد المستمر عذاب للمرأة وعذاب لرجل الرجل يبقعد طوالي يوم هاتف نراته أنا هطلقك أنا هتدوج غيرك أنا هعجباني فلانا فلانا منك فلانا نجمل منك هذه مصيبة ليه لأن أنت توغر صدرها من حيث لا تحدثك وفاهم نفسك أنك أنت بطل مغوار ياش هلا بتكلمت على التعدد تكلمت على التعدد مع مرحوظة اللي بتكلم بنفس غالب من يتحدث لا نفس لكن عام زالي قوي بس البرس عارفين البرس بيسألوه أنت بتبخ ليه الوزخ بيتبخ لماذا تبخ وأنت لسه لك سم قالوا ربي عدوة لنفسك ففي ناس تسلق مسارك البرس يبخ بكلام يربي عداء وبينه بمرأته ولا ثمرة تعود عليه ولا ثمرة وكذلك بعض النساء تهدد أنا هالشكيك هدخل القانون وعارف أن القانون هنا جائر في هذه الملاد جائر على جال جور شديد والجور يا إخواني لو الدنيا كلها حكمت لك بما ليس لك لا يحل لك قاعد أحفظوه لو الدنيا كلها حكمت لك بما ليس لك لا يحل لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نصف حديث قد يكون أحدكم ألحن حجة من أخيه فأقضي له رسول الله اللي قضي بما ليس له فليعلم أنها جمرة من النار أقتطعها له من الرجان اللي فهم أن القانون هيعطيها حق وتهدد به وتلوح به طوال اليوم والقانون وأنها اشتكيك وهطالب نصف مالك ونصف سرويتك وعدد هدده الرجل جبل الحب المال قال تعالوا وتحبوه أن المال حبا جمع وعارف أن المال ده مستخبل حياته هو أولاده فلما يعطيها هو المال أو نصف سرويته هيرفوه أنه أولاد هو المطالب بالنفق ليس شيء هذا جور جور عجل الله لن يمكنه من أذى حقه حق أولاده ولا حياته ولا حتى أنفسها يمكنه أن يتزاوج مرة أخرى دمرت حياته طيب أنت هدمره يسيبك دخلنا في دوامة لا تنتهي لتتقل له النساء لاحتكام لغير حكم الله جريمة جريمة قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا سمى إيمانهم زعم ليس حقيقي فنفى عنهم بهذه اللفظة الإيمان اللي يقبل لاحتكام لغير الله كيف يقال عنه مؤمن ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل لك وما أنزلوا قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطغوت الطغوت كل أحكام تقالف أحكام الله أحكام قانون أحكام شيطان أحكام هوى أحكام عرف الإنسان لابد أن يكون وقف عند الله حتى يرضى الله عنه واستجب دعائه يسعد قطب مطعمك تكون مستجب دعوة بالحلال تستجب دعواتك بالحلال تستخدم عمرك بالحلال يفتح الله لك الأبواب المغلقة يفتح الله لك الأبواب الرزق بالسبب وغير السبب يدعوه رزق ضد السبب قال تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب الناس لا ترى هذا الست شايفة أنها عايزة أمان أفهم أن الأمان تأخذ ماله بالقهر وبالقانون وليس من حقها ليعلم أن صاحب القانون يقطط علىها جمرات من نار جهنم يضعها فيها يضعها فيها رب العباد أعطاه حقوق ليس لها عليها المزيد ليس لها عليها مزيد لتعلم نساء هذا وأن المال الذي تأخذه بغير حقه هي جمرات تأخذها في الدنيا وفي نار جهنم يقول تعالى هذا نص يقول أهلا عجيب يقول يا الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أموالكم إن الله كان بكم رحيم ومن يفعل ذلك أكل المال والقل جعل أكل المال كالقل في نفس المنزلة ثم قال ومن يفعل ذلك منكم نذقه عذابا أليم ليستحل مال الغير أو يستحل إذاق روحه استويه في العقوب ومن يفعل ذلك عدوانا من ظلم فسوف نوصله نارا وكان ذلك الله يسير لا تنظر المرأة لقضية أنها حصلت المال طيب والمال ده اللي جاي من حرام أتفرين من عقوبة يوم الخيمة لابد أن تدرك النساء هذه المعاني قضية أنها نفرح وفي مؤسسات عمل تلعب على النساء وفي عقل النساء عشان تشتكي وتعالي وهجب المنصر سروته وفرحانا هي موت أنها ظفرت بهذا المال وتنسى أن هذا المال لا يحل لها لا يحل لها منها إلا ما قدر الله يحكم حكم لها بالعدة حكم لها بالمتعة كل ذا عشان تستأنف هي نشاطها وإذا تزوجت فيه سلسان ينفخ عليه وكذلك هو يبقى لهم المال ما يربيه أولاده ما ينفخ به على أولاده هو المطالب بنفخ لكن تعجزه وتأخذ نص المال ويطالب بالإنفاق ويطالب أن يعيش حاته من يحل لها هذا القانون يتتحمل هي تابعته أنا شخص هذه معاني حتى لضعها في أسهالنا فكشل من البيوت هذه الإغراءات أغوتها دمرت البيت دمرت البيت بل هذا الكلام له تابعته أشد من هذه يعني فيه كثير من البدل الغربية الآن لأننا دعنا نحن مسلمين لا نعود الزين الكافر إذا عرف إن امرأته كما نص القانون إن عشرها بالزواج أو بغيره لمدة عام صار لها الحق في شطر مال نصف مال بالزواج أو بغيره يعني لو أثبتت إنه نم معاها لمدة سنة من غير عقل زواج لا شطر مال الزين النتيجة العملية لا تنظر لحال المسلمين انظر لحال غير المسلمين المسلمين ده يخوف حرص على أن يعيش في الحلال الثاني لا يهمه هاسم النتيجة العملية أين البيوت ما قامت يعني كنت في أمريكا وفي وجهك إن القانون ده منتشر بشكل شديد ونجال رتب عليه حاجة الرجل اللي بازل جهد يعني خمسة أمشة بازل حمار كل مال للجمع ده هديه المرأة بسهولة فكان النتيجة ما في رجل إلا ما ندر يقبل الاستمرار مع المرأة أكثر منها فيدور على الجيل الفرند يمكس معها ستة أشهر سبعة أشهر تسعة أشهر قبل أن تتم العام عندهم عندي الهالوين بغير العفش يغير الولية معه ويجيب كليل فند أخر يعني كنت في زيارة وفتاة أمريكية جاءت تسلم جاءت تسلم فاتنسألها هل لإسلامي كسبب قالت أنا عشت حياتي لست أدمية منذ أن حط وصرت أونسة دفعت أمي بي وأبي إلى الطريق كيف تعيش وتبلغت أمرأة وليس لك بي فرند نيس لك بي فرند وبيعتبرها مريضة نفسيا فإن تأخرت عن البحث عن بي فرند زهبوا إلى الطبيب لتعالج البكر عندها مريضة نفسيا البكر اللي تم دح ورب اللي باد مدحها التي أحسنت فرجها عندها مريضة نفسيا فيدفعوا بها دفعا أن تبحث عن بي فرند قالت فخرسوا للشهادة أعرض نفسي على الشباب جعلوها سلعة من أرخص السلع لا تساوي أقل عنوع الطعام قالت أعرضت نفسي ففجئت شباب أعرض عليها نفسي ينم معايما ينمشي ليه قالت فتلقف الشاب ويستمتع به تسعة أشهر عشرة أشهر ثم القينف طريق فأعرض نفسي على غير يفعل مثل أن فعل أول قالت حتى وجدت رجل يعني أحسبه لين هين عشرة لعام في ليلة تمام العام قلت لها أنت أحسن إنسان لغيت في حياتي قال كيف قالت أنت الوحيد الذي أتم مع عام إحنا الليلة أتممنا عام قال أتممنا العام قالت وإذا به يتحول لوحش كاسر أخذني بثيب نومي في منتصف الليل وأرقل في طريقة في منتصف الليل حتى تفادى سيف القانون هذا سيف جائر وهذه نتائجه نتائجه أن المرأة عاشت وحيدة وهتعيش وحيدة قالت حتى إذا الله زوجل والتقيته بجابه المسلم معي في العمل عرضت نفس عليه أن أقول له قال لفرند أقول لي بي فرند فأبى فقلت له ألست بردل قال بردل قالت قلت كيف أتغضي حاجتك قال بالزواج قالت وام الزواج قال زواج حياة استقرار عقد زواج وصداق وعشار والدنيا كلها تعالى من تزوجنا قالت و هلف الأرض مثل هذا هلف الأرض مثل هذا هي لا تعرف إلا البي فرند قال نحن الإسلامية تعون لهذا ورب اللي بدأ أنزع تشريع أمرنا بهذا أن المرأة تكرم وتصبح تكرم فتاة تكرم أم تكرم جدة قالت وانا أبحث عن هذا ولا أجده أنا لن أتركك قال وأنا لن أقبلك قالت لماذا؟ قال أنا مسلم وحرم عليه الزواج من الكافرات قالت فعكفت على دراسة الإسلام فأيقنت بعدما أعرفت أنني لم أكن إلا أنا كل عبارة لقالتها وجدتني لم أكن إلا مبولة لرجال مبولة كل رجل يبول ويقين في الطريق هذه نتيجة القانون وهذه نتائج كارثية لو سادت هذه القانون بين المسلمين لكانت هذه نتيجة لا بيوت لا أسر لا أولاد لا استخرار والطرف الضعيف المرأة وأكثر من يضار المرأة والأولاد معها قالت فديبت أسلم لأجد آدميتي هذه القانون حرمت النساء الآدمية بل كنت في باريس وفرنسا ونشر منشور في الصحف تسعة مليون رجل ومرأة كانت من حوالي خمس سنة كلهم أحادي لم يتزوج التخليق قل كلهم يعاني من الاكتئاب عذاب العاش أحادي لا يتمنى أن يؤنسوا حياته حياة ليست حياة معذب خمسة أيام عمل والوفين بيأخذ وطره مع أي مرأة وخلصت أي حاة هذه هذه حاة لم تدرك حاة البهائن لم تدرك حاة الطيور العصفرة العلش والعروشة بينهم غزلوا بينهم حياة بينهم استمرارية بينهم تعاوا في تربية الأولاد إحنا ما أدرك إحنا ما أدرك إنها حيانات ولا الطيور أي حاة هذه بالقانون بالقانون هذه ثمارة ولو يعمل هذا القانون في الناس جميعا لرأينا هذا البلاء إحنا بنرى غير المسلمين كم واحد متزوج نسبة الزوج بين الشباب ولكن أنا أعربط نفسي ليه والفتاة النتيجة تقول لك طيب أنا أحمل ليه ما في حمل أكثر الدول الغربية لا حمل كل سنة يقل العدد وهم الآن يعاني الغرب كله من قلة النسل آخر إحصائية يعني نشرت في أوروبا إن نسبة النسبة التناسل في أوروبا واحد وثلاثة من عشر عفو المتوسط واحد وثلاثة من عشر معناها سنة 2050 لا يبقى الدين سباب يد هم يعانوا بسبب ما وضعوه وما زرعوه من قوانين زعموا أنها تضمن لمرأة الحقوقها فجعل المرأة فقر رجل طيب النتيجة رجل فر ها بيأخذ وطن بأي طريقه وخلصت يربط نفسه ليه يربط نفسه ببسر ليه كان النتيجة أن حمل الأولاد على من على من تحمل على الأم هي المطالبة أنها إن حملت بالزنة أن ترب الأولاد أن ترعى الأولاد في صباهم وفي شبابهم كم امرأة تتحمل هذا وحدهم من غير أب النتيجة إن فعلت هذه مرة تعتبرها غلطة عمرها لا تكرر بل أغلب الفتاة تشترط قبل الجماع أن تضع المحاجس والمانع لا تد أن تحمل تد أن تستمتع أن تستمتع هنا أنت جميع جهنم هذا واقع يملأ ديار الغرب كله سمرت هذا القانون لا نظن أن خنون غير خنون الله ينصنح به الأباد أنا شغط هذه المعال لأن هذه قضايا خطيرة يا أخواني جدا وجرائم بترتكب في حق النسانية وده اللي بيخلي الغرب كله بيطلب الهجر الهجر عشان عشان عوض النقص بل يعني أحكي طرفة كنت واقف شارع في بريس فأخي بقول انتظرني بس عشر دقائق هجيب السيارة رجيلك كل الأطفال اللي مروا أمامي أمهات ومحجبات وهذا ما جعل معانه أن الناس المسلمين بيزداد ونسلهم ينتهي بل في بعض الدول أحلت أحلت قتل الأطفال فإن حدث حمل حمل مع هذه المرأة التي لزوجل لها ولا تود أن تتحمل تبعات طفل تسقطه فإن لم تسقطه فعند الولادة تقتله ألاف الأطفال بتقتل حديث الولادة عند الولادة جرائم جريمة ترتب عليها جريمة وجريمة ترتب عليها والقانون ولا أحد يتحدث عن أضرار هذا القانون اللي اعتبروه مفخرة في توفيح حقوق المرأة أنا شغط هذه المعاني حتى لا ينظر الإنسان للقانون بحاله هو فقط دون أن نظر إلى النتائج القائمة في الأمة رب العباد لما وضع قوانينه أعطى الرجل أن ينفق على قدر سعتي في حال زواجه في حال حياته في حال طلاقي يبقى حال زواجه ربنا يقول لي ينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عايز ينفقه فلنفقه مقاط الله وساعة الطلاق يقول لله تعالى تدفع ما لا تطيق طب حيجي من فيه هيعيش طول عمره وسدد نفقات المرأة اللي القانون ألزم بها عند الطلاق كانت النتيجة دمر البيوت وقهر الرجال والرجل من الطرف الأقوى هو وله وانكمعها القانون لكن عقلا واليسم هو الأقوى وهي الأضعف هيمكر بها بأي سبيل بأي حيل وفي الحديث يغلبنا الكريم ويغلبهن لأي الرجل لو تلاقى من عمره سيغلبه فبدلا من أن نحمي رجال بشرع الله أن يكونوا كرماء بالقانون نحولهم كلهم لأماء فنحول الرجال للأ والمكر والخداع وإزاي يوصل بأي طريقة يحمي نفسه من القانون ودخلنا في صراعات ما أنزل الله بها من السلطان ماذا جنت المرأة غير أن عذبت نفسها وعذبت زوجها وعذبت أولادها ماذا كسبت ماذا كسبت دمرت البيت ودمرت حياتها ودمرت أولادها يتمتهم وأبوهم حي إما أن يحرم الأبوهم أو يحرم أمهم هذه كوارث أنا أسوقها حتى نتعلم أننا في في قوانين الاحتكام إليها دمار يتضع هذا كل أخت مسلم ونسبعينية أنسخة هذه المعاني حتى نقرأ المشهد قراءة صحيحة لا قراءة الغريق اللي عايز أي شيء يتعلق به هي شعر أنها طلقت وأنا غريقة طب أروح فين تروح فين اللي تكفل برزقك قبل زوجك تكفل برزقك وهل ترك الله أحد اللي بينزقه لكن نرزق بالحلال نساء الصحابة كانت المرأة تودع زوجها عند البان وتقول له نحن أمانة في عنقك لا تطعمنا حراما ولا تكسونا حلالا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام ده منهج نبوي تربوي المسلم يصبر على الجوع ولا أصبر على أن يأكل ما الحرام أين ذهبت هذه القاعد من؟ عياتنا أين ديننا أين إيماننا بربنا أين يقينا برزقه لما دخلت المرأة من أهل الكتاب على صحابية تقول لها وزوجها مجاهد فقالت زهب زوجك الرزاق قالت ويحك الرزاق موجود والله ما علمت زوجي إلا أكالة ما علمت زوجي إلا إيه؟ أكالة أنا هنا أكون مرزق الله اللي بيرزق موجود ما هو رزق يوما ولا كان يوم رزاق ما علمته إلا إيه؟ أكالة لابد أن تعلم مرأة هذا أن نرزقه رب العالمين يا أيها الناس وكلون نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء الأرض؟ ده نص القرآن أين إيمانها بكلام ربها؟ هل هناك رزق غير الله؟ عايزة الرزق؟ تتق الله تتق الله حتى يفتح الله لأبواب من الرزق لا تفتح لغيرها قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا أطفالها ضيعوا فليتق الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا نقف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولهم سديد تقواها لله وقولها الحق أعظم سبيل لأن يفتح الله لها أبواب رزق وعد بهذا قال وما يتق الله تعالى لهم مخرجة ويرزقهم فيه يعني بحيثه لا يحتسب ما يحتسبه العبد ما يملك سببه يبقى ما له سببه وأخذ بالسبب وجاءه رزق نتيجة السبب هذا يحتسبه أما ما لا يحتسبه أن يأتيه الرزق بغير السبب وبضد السبب وبضد السبب لو أنها اتقد ربها لجاءها الرزق بغير السبب وضد سبب وبنت قول أن لا تدخل فمها طعاما حراما وأن لا تدخل على أولادها مالا حراما إذا ندرك استعلال مال الطليق هذا لا يحلها بحاج وأن أعطاها القانون أنا سخط هذه المعاني حتى يراجع كل منا نفسه ويعلم امرأته الذي لم يعلم امرأته وهذا سيزنه هو الشوق إن اختلف معها ستحتاج بالقانون ستزل الأنفس اللي يخلفه يستهل هو المعلم ولم يربيها على الحق ولم يربيها على الوقوف عند حدود الله ولم يربيها على الرضا بالحلال هو أجرم في حق نفسه قبل أن تجربها في حق فاللي يراجع الرجال أنفسه هو اللي يراجع إنساء أنفسه إذا ندرك مطلوب أن نحن ننضبط بضابط شرع ليسه معنا أن نحن تركنا بلاد المسلمين وجئنا لهذه البلاد يبقى خلاص حلال لنا الاحتكام لما حرم الله أبدا تذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه هو رسول الله هو بشر بشر وقد يكون صاحب القضية صاحب حجة ولسان لذا قال قد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه أقدر على التعبير والطرف الأخي عاجز عن التعبير فأسمع منه فبناء على حجته أحكم له حكمت له وهو يعلم أن هذا ليس من حقي لا أظن أن هذا حلال له أبدا نص حديث فليعلم أنها جمرة من النار قد اقتطعتها له إذا تهاله مش معنى أن القضي حكم لي يبقى صار لي حلاء الحلال ما أحله الله لا ما أحله رجال ما أحله القنون الحلال ما أحله الله فقط قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أيا الله أذن لكم أم الله تفترون إن لم يكن معك في قضية الحلال وحرام نص وحي قرآن أو سنة فاعلم أنك مفتر على الله اللي يستحل ما حرم الله مفتر سمه مفتري قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم أنتم منه حراما وحلالا قننتوله وضعتوله قانين قل أه الله أذن لكم معكم نص أم ليس معكم أه الله أذن لكم أم على الله تفترون إن لم يكن لازم النص ومتبع النص القلآني وحي اللي حكم له بهذا الحكم فليعلم أنه قد افترى على الله كذبا وإسما وبتانا مش افترى على الطرف آخر بس لا دفترى على ربه حين استحل ما حرم درهم حرام يخل بيتك يدمر حياتك الصحابة لما فهموا هذا ما فكر أحد فيهم إن يا أختي مش حرام دلوا فيه شبهة شبهة أباك الصديق كان له خادم من كمينه فبيسألوا بقول له غلام أني صائم ائتني بطعام الولد شغال في مال لأبو بكر فسه وجهه بطعام فسيدنا بكر وضع له ما فهمه ثم تذكر قال من أين جئت بطعام قال من سباق لي في الجهلية كنت قد فس فيه فاعطوني الآن أجرة السباق المكافأة مكافأة الفوس فعلم أبو بكر أنه مكافأة باطلة فوضع في فمه ليستقيب دخل حتى كادت روحه تخرج قالت أم شاء أبتي إن روحه كاد تخرج قال لئن تخرج روحي أحب إلي من أن ألقي لغمة من حرام في جوفي فقد سمعتني بقول إن العبد لا يلقي لغمة من حرام في فمه لا يتقبل منه عمل أربعين يوم لا الصلاة ولا صيام ولا قيام ولا عمل بلقم واحدة حرام لا يتقبل منه عمل نفيق نعرف حدود لا لقم حرام وذلك السلف يعني هو لبس كان هذا أصل عندهم أي نفع فيه شبهة يفر منه يقول تلميزة إمام أحمد محمد ذهبت مع الإمام أحمد يوما إلى دار الرجل كان للإمام أحمد عنده دين الإمام أحمد له دين أرحت ذهب يطالب قال فكان موعدنا معه ساعة الزوال ساعة الظهير فطرق الإمام أحمد باب رجل ثم أسرع بعيدا عن دار وفي الدار شجرة ظل هوارف خرج الدار فقلت يا إمام هل لا جلسنا تحت ظل الشجرة قال ويحك أخشى أن يكون انتفاعي بظل شجرته ربا على ماله أخشى أن يكون انتفاعي بظل شجرته ربا على ماله يقف الشمس ولا يستمتع بالظل هذا هو الدين الورع المسلم اللي مطالب أن يكسب الحلال ويستخدم الحلال وكان نبي سلم يدعو بهذا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك المال الحلال الطعام الحلال الحرام لا يدوم هتعيش به شقية وتمش شقية ما الذي نفعها هتعذب بالحرام في الدنيا وفي الآخرة اعلموا هذه الحقائق وأنا يا إخواتي سقطت هذا المعنى سمحون نسرحت بعيد في هذه القضية لكن حقيقة يعني كثرت ما سمعت من الشكاء بسببها كثير جدا في هذه الملاد كل ما رح مكان مشكلة زوجية ومحاكم واحتكام وقوانين وجور وشرد الرجال وشرد الأبناء لن أب عرفه مخى على أولاده والأم أخذ النص وساوته ونص سكنه والرجل شرد والأولاد شرده ومطالب بالنفقة وعايش خايف ومرعوب وبالقانون ويسدل انت أخر هذا إجرام هذا إجرام وليس تحيز زوجي إجرام وانتقام واستخدام سيف القانون لإن نكال بالطرف الآخر نتق الله في أنفسنا نتق الله في بيوتنا نخاف الله فالدنيا لن تدوم ومهما دامت للمرأة أو أغرتها صويحباتها أو جليسات مجموعتها في النت وغيره وإحنا هنجب لك بالقانون وهنعمل لك بالقانون وهنديك يسكن لوحدك ومصاريف لوحدك وليك مرتب لوحدك وتاخد نفسه سروته كمان ما شاء الله وهي نفسها بقى بعدها سروة تغير رجل تاني تعال اتجوزني بقى حتى ولو مسيار تعال انام بس معايا طب ما الحلال كم وجود كارثة بالكوارث ترتبت على هذا نرجع للموضوع لأخواني مرة أخرى الوعظ للمرأة التوجيه للمرأة النصح الدائم بين الزوجين ولابد للرجل أن يعطي وقت للسماع للمرأة كثير من الرجال امرأته كل ما تشكيله يخر منها مش عايز تشمك كل ما شفت الشكل مش عايز تشكيل تشتكل من انت مش عايز تسمع من يحل مشاكل وده بداية الخلاف ما لم ينصت الرجل ويسمع شكه امرأته ويعالج أول بأولا حتى تكاتف وتتضافر الشكاوى حتى تغرق المرأة فاتقوا الله يا إخواني في نسائكم واتقوا الله في أولادكم ما تقولش المرأة هي السبب لا ده قد تكون أنت السبب الأول في دور البيت لم تسمع لها سنين لم تعرف شكواها سنين وإحنا ذكرنا لحديث المرأة اللي قالت ولا يوجد الكف ففعل مريف البس أقل شيء يعمله أن يسمع شكوايا يسمع شكوايا يسمع بسي وأحزاني يشاركنا ألامي تعباني عالتني مريضة عالتني مهموة عالج همي ومش عيب احنا بنعتبر أن المرض النفسي عيب هم والغم طبعا كلنا بسموه مرض نفسي لا هو مش مرض نفسي ده هو مرض قلبي وإحنا بس عشان أخردنا فيه علم النفس في أي حاجة في داخل صدر الإنسان يبقى نفسي إن كان العب في القلب ولا مرض قلبي نسمعها المرض نفسي في الروح يبقى نفسي في البال يبقى نفسي ها في الهوى يبقى نفسي في العاطف يبقى نفسي في الفطرة يبقى نفسي احنا جهلنا بالغيب الذي فينا أوقعنا فيه أخطاء قاتلة وكل واحد يقول أحسن عالي بنفسي وعايزه طبب النفس الطبب النفس ونفسه عايز علاج نسأل الله العالج في وحي الله في أن نعود نحن ونسائنا لكتاب ربنا نتدارسه نبحث عن العالج فيه نقيمه في حياتنا يبقى لنا دروس مستمرة سماعا للقرآن المستمر سماعا لدروس التفسير المستمر سماعا لأحاديث الرسول الله المستمر سماعا لشروح الأحاديث المستمر نرتقي بأخلاقها شيئا فشيئا وبحياتها شيئا فشيئا هي والأولاد نستطيع أن نسم ونواجه ما نراه من فتر حولنا تطح بالأمم مش بالأفراد مهم جدا 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 أن يكون بيننا حلقات علم تدرس للوحي تدرس لأحكام الله تدرس لفق الزوج والطلاق تدرس لأداب المعاشر والمعاملة تدرس لأخلاق الإسلمين وكيف نسمو أخلاقنا واخلاق أولادنا ونسائنا كل هذه القضايا إخواني الجهل بها مصيبة والرجل هو المطالب الأول بإقامتها في بيوت أنا مشغول وبشغول طيب بعدين إلا متى انشغال فرق وقت طيب اليوم بيشتغل وراجع هل كان عايز بس يخذ وطر وينام طيب حق الآن فين حق الزوجة فين لن كنا ننكر بجاهنا قد نفعل هذا لكن أنا أحببت أن أعلمكم هذه المعاني حتى نعطي ونفرغ وقت لإنسائنا وأولادنا سمع شكواهم سمع ألمهم سمع مشاكلهم السعي في حل أهلين قبل النهار مهم جدا 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 هذه القضية في حياتنا الله يرحم الشخص أخفف عنكم حصلوا معي بشخصية لكن أنا كنت في شبابي يعني بحاول أوفق بأبين دعوتي للعز وجل ودراسة العلم الشرعية وبين عملي وبين زوجتي وأولادي وأمي وبر الأهلي كلها خطايا مطلوبة فكان النتيجة ده مراتي أختي بقى مرتزمة وأبعدين فكفيها بالليل نم معا خلاص فالله رحمة الشخي شكرا لحمة الله لا مع هذا إن أنا أريد محاضرات فيليم سبع محاضرات أطلع من شغلة أقدم محاضرات بالليل صبح محاضرات بالليل أهل فقال لي تعالى أين يوم زوجتك أولادك قلت له كل يوم بنام معهم بالليل ما بنامش بره قال لي لا بطل فرغ لي يوم كامل لزوجتك أولادك اللي تعطي فيه أي معايد لأي أحد يا عم الشيخ ده إحنا عبدتنه محاضرات لله ودعوة لله اللي لازم يتفرغ يوم أفضل يوم عندك أنت قلت له السبت اللي فرغ السبت إلغي المحاضرات لفه إنقلها إمتنا فرغت السبت ترك أثر تغيير كبير حتى إن شاء الله في يوم بعزهم على الغد أقول لأمنا أنا عايزك تقلت لغد عندنا قال لي إمتا قلت لهم السبت قال لي يقوله تعالى ولا تعد في السبت شوفهم آخر ولا تعد في السبت شوفهم آخر أنا بحكي هذا حتى ندرك أننا قد تأخذنا الحمية والشباب والعمل والوقت لا إخواني حتى وإن كان دعوه لله ما لم يجعل الرجل وقت لزوجته ولأولاده يعالد تفسهم وشعسهم ويصحح أخطاءهم ويقوم سلوكياتهم متى يقوم بعدما الأولاد يكونوا قد استفحل فيهم الفساد والمرأة كذلك إذن لابد من تنظيم أوقاتنا وجعل الأوقات لسماع نسائنا والحرص الشديد على معالجة الشكاوى التي تصدر من نسائنا كلها في خدام طوعة مطلوبة شرعا عشان تستقيم بها البيوت وتحلل بها المشاكل لذا رب العبادهم يقول لأعظهم هذا جزء من موعظة إن أنا أتيح لنفس الفرصة إن أبحث عما أعظ أعظ في إيه هات كل يوم وقال لهم الصلاة والصيام بس لا الموعظة في كل شيء الموعظة في تصحيح كل خطأ الموعظة في تزكية النفوس في كل جوانبها هذا ما موضوعها وعظهم فمطلوب الموعظة على أوسع الأبواب الموعظة اللي تجعلني أرتقي بزوجتي وأولادي لأن ننجو من النار قو أنفسكم وأهليكم نار وضحت إذن دي هذا جزء كبير جدا 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 من حل كثير من مشاهد السوجة ثم لم يكتفي تعالى بل يقوم عظوها عشان خلاص أن آخر حلقة آخر المعظمة والوقت سبح بنا قل وقل لهم في أنفسهم قولا بليغ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغ إيه القول البليغ رد كل خطأ يقع من مرأة أو من أولاد لموهبتهم أنت إنسان موهوب في العمل فلان وعندك همة وعزيمة وإرادة كيف تقع في هذا الخطأ حتى نحمله على أن يستعين هو بنفسه على قلبه فيقوم من همته وعزيمته وإرادته فيدفع الخطأ عن نفسه لأن لا يغير الإنسان إلا إنسان قال تعالى بالنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذير كيف نربي فيه البصيرة كيف نعينه على البصيرة كيف نجعله يبصر عيبا كيف نجعله يبصر كيف يعالج عيبا كيف نجعله أن يبدأ في علاج عيبا كل هذه قضايا مهمة جد قل لهم في أفسكم المليغ القول المليغ ده نعم المدح أمدحه في الجانب الحسن عنده موغبته حسناته سلوك الحسن يبقى لا ننظر في الكوب للجزء الفارح ننظر للجزء المليغ جد جدا مطلوب المرأة مجرد متلاقين أنت مرأة يعني عاقلة رشيدة حبوبة عسولة كلمتين حلوين هتدفع فيهم فلوس لكنها يعطيها يعني نعمل الاستبشار زوجها راضي عنها أنها أنت الدور أنها أنجزت وده يعطيها أمل في أن تعالج ما لم تنتز أن تعال على نفسها بنفسها ودي قضايا مهمة جدا إخواني والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دع الناس استعملها ما سفق بسلم خالد الموليد هذه العبارة كلهم في أنفسهم خاملين خالد مش شخص عادي خالد كان قائد عسكري في الجاهلي وبطن خزيمة هم المتخصصين في الفرساء الفرسية قريش كان كل بطن يتخصص تخصص بني خزيمة كان فرسية فكان كل جوش قريش اللي يقود فرسانها بني خزيمة مخزومة اللي منهم خالد ولذلك في وحد كان هو قادر فرسانه هو قادر فرسان خالده الشاهد خالد فارس وعقلية ومحنك عسكرية بل سبب هزيمة المسلمين في وحد كان خالد فلما حضر الحديبية حضر مع مشرقين وكان أول مرة يلتحم المسلمين مع المشركين وجهة لوجهة غير ختاح ده سيدة فاضل فسيدنا خالد دي رأى منظر عجيب لم يرى فيها آياته أنه بيطرد والصحابة حوله يلتقطون كل قطرة ما تنطف من عضله اللي هتنزل من أنفه من أذنه من إيده تجد يد تتلقفها ويمسح بها وجهة حتى نخان المنظر ليه في الانتباه إيه اللي بيعمل ذلك؟ لما عاد من الحديبة النبي راحظ نظرات خالد فقرأت موهبته زكاة فنادى أخوه المسلم الولين قال كيف لا يسلم خالد وعقله عقل كيف لا يسلم خالد وعقله عقل والله لقد رأيتم لك الفرسل فما ولدت أحداً يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد لقد رأيتهم الحديدة وقطرات مائه تنطف ومن حوله يلتقطون قطرة مائه فمسح بوجوههم حتى النخامة فمن جاء منهم لم يدرك مائه شيء أخذ بيد أخيه فمسح وجه وفيهم خلاني كنت أعرفهم وأعرف أني فتهم مترفعين متكبرين في الجهلين فلا أحسبهم حملهم على فعل ما فعلوا إلا عظيماً رأوهم من رسول الله لم نرى فكيف لا أسلم عقلي عقلي ثم رطق الشهادتي وانطلق قال لا أحلم هذا الخير وصفة خلاني طلحة رأحلم سيدنا طلحة دعا الإسلام فأسلب وهاجر خالد وطلحة ولقهم في الطريق عم العاص فدخل الثلاثة القادة عن رسول الله وكانت فرحة عالمة الثلاثة قادة مقادة قريش وسنون فقط واحد ندرك كلمة في نفسه كيف أسمرت كيف غيرت كيف لا يسلم خالد وعقله عقله التغيير هذا من شاء يقول عبدالله عمر رأيت رؤية فقصصتها على حفصة أخت أم المرين لتقصها على رسول الله يؤولها لي فقصتها على رسول الله فقال من رؤية هو عبد صالح لولا أنه كان يقوم الليلة فترك عبدالله 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 عمر كان شاب 14-15 سنة عبد صالح لم لأنه كان يقوم الليلة فترك يقول عبدالله عمر فما تركت القيامة بعدها حتى لقيت ربي حتى موت ندرك كلمة أثمرت أعانته على نفسه واتجهته لمحل شموة فتوجه وده دور التربية كيف ننتخل كلمة اللي تجعل من أمامي الكلمة تؤثره وعلى فعل الخير تحمله وضح المعنى مطلوب أن نتعلم هذه القاعدة الشرعية ده حكم الله خلال مش كلامي اللي أمر بهذا الأمر رب العالمين فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغة كان نفسي وسع فيها شوية لكن أنا عندي موضوع عايز أكمله قبل الوقت من تاقي كان بيق على شاب فالقضية كبيرة وكل دي قواعد في التربية وفي إصلاح البيوت رب اللي باجع لها نصوص ووحي وأخلاق مشروعة وأحكام قائمة كل منه مطلب بإقامته في بيته مطلب في كل لحظة أمراتي أخطأت أمدح أنت إنسانة كريمة صحبت خلوة صحبت عطاء إزاي تقع في هذا الخطر هتستحي من نفسها ابنك ذلك يا ابن أنت أمبل أولادي أنت أحسن أولادي في كذا أنت أكثر أولادي مثلا في المجال المغوبة دي أنت أميز أولادي في كذا أنت أميز أولادي في كذا الزلد أقع في كذا فأرده كما قال السلف يقول ابن غيب يقول وكأن الله عز وجل شاء أن الخلق المغوب صالب مسببتك أو مسببتك كل ما زل الإنسان نرده إليه فيكون سبب في تغيبه يبقى أولا هذا الخلق المغوب سبب في أن أنا أغفر له ذلته فيستمر الإنسان بينماين ثانيا سبب في أن يعينه على نفسه ليعالج عيبة ليعالج عيبة ليصحي الخطأ إذا ندرك الخلق المغوب قوة أعطاها الله لنا نستفيد بها أولا في وفران الذنوب له وفي استمرارية الحياة والإلف بيننا كما جاء في الحديث المؤمن إلف المأنوف ولا خير فيما اللألف اللألف لا خير فيما اللألف اللألف وطريق أن نألف الناس ألف الناس هذا سبيله خذ العفو أمم ألف وعردنا الجليل بأن هذه الآية لن نعرف أن نؤلف بل في الحديث عدى النبي من هذا حاله أقرب الناس إليه في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وأدناهم مني أقربهم مني منزلتيهم الكريمة في الجنة في الجنة مرسول الله أيو الله أحب الناس إليه وأدناهم مني منزلتيهم الكريمة أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويألفون إزاي أقسم الأداء؟ إزاي أقسم الأداء؟ بل رب العباد أعطاني شعة أو شعة يبقى أن أقول لها القول الحسن مطلوب هذا القول الحسن حتى لو لم يكن فيه حتى لو لم يكن فيه الشارع مع أنه حرم وشدت جدا في تحليم الكذب أحله في هذا الموضع وهذا من نطف اللي عليه الكذب النبي يسأل يا رسول الله أيجب المؤمن؟ قال نعم أيبخل المؤمن؟ قال نعم أيكذب المؤمن؟ قال لا الكذب انتفع لمن ومع أن الكذب حرم بكل أحواله لكن أحل في كلام الرجل مع امرأته وإصلاحها وفي أصلاحها ذات البيت لاتنين أنا بصلح من أثنين أروح لواحد يسبي في الثاني أروح للثاني يقول له قال عني إيه؟ يقول له قال عنك كل خير عمنا ما قال عنه خير هذا كذب لكن في الإصلاح وحلم وكذلك الزوج والزوج هتلاقي المرأة طوال اللي يمتسأله عن نفسها إيه رأيك فيه؟ يقول لي ده أنا متجلسك باللي خمسين سنة لسه تعرف رأيك فيك؟ آه تعرف عايزة تطمئن أنك أنت مزالت مكانتها عندك قائمة اوعى تقفل بيب عليه رأيك فيك أنت أمر بعتاشر أنت تجمعك بعيني حتى لو قررت حتى لو عجوزك أحكوح وأنا فيه أجمل منك في حياتي ولا أحلى منك هتدفع فلوش في الكلام العائل المعشول يا أخي إيه؟ حرم عليك طلع طلع الكلام الحلو طلعوا قل لهم فيه أنفسهم قولا بليغة مثلك الليقع في هذه الخطر مثلك أسمى من أن يضعف أمام الشيطاني مثلك يعني أضعف من أن أفضل من أن تغالبه نفسه يضعف أمام شهواته توجيه وتحسين لها حتى نعينها نفسها وكذلك المرأة مع رجل يا بفلان ترجل هاقل إزا يتقى في هذا من ترجل الزين من ترجل حكيم من ترجل كريم كلمتال حلوين هيزوه هيهدوه هيغيروه لذا جاء النص وقل لهم فيه أنفسهم قولا بليغة المد حتم مع الصغير الكبير لا شك هاش حز الإمام ويقول عزام والأرادات وكل هذا من المعينات على التغيير وعلى الخلاص من الضرار الأخطاء والجاهلية الانتقى من واضح المعنى ده إذن هذه قضية في المنتهى الخطورة قضية وقل لهم في أنفسهم قولا بليغة بل العلماء قالوا المتحرج من كذب يستخدم التوري التوري ولذا قالوا وفي المعارض مندوح على الكذب المعارض أو الكلمة لها معنية لكن هي تفهم منها معنى وأنا أقصد معنى ثاني ها يعني يحضرنا طرفة خلينا نخفف عنك بعض الشدجة الشدلات الشدلات الشاعر أمير الشعراء محمد شوقي أمير الشعراء وكانت الصديق عمره حفظ عمرين حفظ عمرين فقير ونشأ في المنية هاتين المنبي هاتين والتكفى بعم وجد عم عادس عن نفقات عليه فعمل له قصيدة وكان ده بداية ظهوره عمل له قصيدة يعتذر عن نحاية معه وبعدين قال له خلاص يعني خلاصتها قال له أني زاهب متوجه في ذاهي إنسان يعني وسافر إلى القاهرة لأن يسمع عنه أن فيه نادس من ذلك الأدباء وهو قديم وشاعر لكن ما أحد يسمع عنه وانه شاعر وجاء إلى باب بعد يسأل لقد مصنى ذلك وقف فترة طويلة على الباب وانتظر شوق يطلع ولا يدخل فأول ما طلع قال له بيت شاعر مدع فيه شوق فشوق استرقاف دعال شأل قال له أبياد عجبه جد حافظ موهوب في الإلقابة شوق ليس عنده ملكة الإلقابة يعني شوقي أشعر من حافظ عميل شعر لكن شوق ليحسن الإلقابة حافظ مبدع في الإلقابة وطبعا قوي في شعر وشعر يعني قريب من حافظ حافظ شعر يناهز ويساوي شعر شوق فشوق بصل منه جدا خده مع النادي وبدأ يعمل شوق كان أم وصفة الملك فمبسوط ملي بدأ يغضخ على حافظ كل يوم عادين في النادي يطلب الشاي والقهوة وشوق اللي يحافظ حاسب لقد ما في يوم حافظ بستعجل وشوق عايزه فبعد ما شرب الشاي عايز يقوه شوق مضيش حاسب يبص له يزغله يتحرك إنه يدفع الحسان مش عايز مش عايز جلسون وقف يهيلوا أذن من ناس فلما حار رح نسعه متشار قال يقولون والناس عادة وقلون شعراء قال يقولون إن الشوق نار ولوعة فما بالو شوق أصبح اليوم باردة طبعا نسمع البيت باتكلف عن أشواقي لكن نقصد شوق لجنبه ده يقولون الشعراء الشعراء والتعريض هذا يسمى معريض أو تسمى التوريه في اللغة العربية يقولون أن الشوق نار ولوعة فما بالو شوق أصبح اليوم باردة شوق فطر فدفع الحساب وإلا هيا يطلع البتن ثلاثة نيه ضحبا الشعراء شعراء دفع الحساب وطلع وصلنا على الباب فعايز ردهانه نشغل على بعض فقال وأودعت الأمانة إنسانا وكلبا فضيعها الإنسان والكلب وحافظه هنوري نوري بقى كل واحد الشهدي إخواني إني في المعريض مندوحة الكذب يعني إيه المعريض إن أنا أعرض إيه الجمل ده إيه الحلوة دي إيه التوك دي إيه البنس دي أي حاجة تمدح ها هو الجماعة الحبيبة اللي مدعو كم ذا عليه لو قلها ورأيت وجهك على مش عارف صفحة سيفي وشاف وجهة على صفحة سيفة لكن تخيل وقال قصيدة بتموت من فرح ده الراجل بيحبين يموت بدرجة السيف بتاعه هو بحارب شايف صورته عليه الله أهل البطلة تغزل وإحنا في الحلال النقب الغزل ورب العبادة أحله ورجع له عبادة وكتب لنا عليه أجر نتغزل نتغزل إخوان ثم ما تشتهيه المرأة لابد أن نعالجه من أنفسنا يقول المعباس في تفسير رضي الله عنه في تفسير خلال أجل ولهن مثل الذي يعنيه بالمعروف واللي رجع لها نتغزل قال والله إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي رايح داخل طالع يتزين يتجمل يشوف إيه عطر ليه دا الأخ أهدهولي لا أهدهولك أهدهولك هل هو لك هتحطشه على العمر على الأولين انتقل إيه عطر يترضيه يا سلام إيه عطر يترضيه تبقى فرحانا موت يستنبلا هذا بل ثابت في الحديث المقوف أن مرأة جاءت لعمر قالت يا من المطلق قال هل طلاقك سبب قالت إن رأيت زوجة عرفته لما تشوف زوجة تعرف سبب فأرسل ليه عمر فجاء سائر الشعر ومنكوش ومسرح ولبس هدوم لحيط هندنا وحلته حالة قال عمر اكسوه هتقوله كسوه جابوه له توب وفلنه وصروال قال أدخل له الحلاق حلق له رأسه زبطه له أدخل له الحمام استحمى لبس السياف الجديد دخل على العمر طيبوه حطوا له عدر قال أرسل للمرأة أرسل لها جاءت قالت قال لا عمر أيرضيك هذا قالت يرضيني ما يرضى أمر الممني المرحب يرضيني ما يرضى أمر الممني فقال عمر على مثل هذا أراك ولا أراك على غيره شوفاكش على هيئة مرة ثانية إذا ندرك هذه القضايا إخواني لها أثر شديدتة للمقى الرجل المدخل وريحة فمه معفينة طوال يوم يجي بوس براده تشمها منه تدخنئ ولغاوة أكل بصل وثوم وكل ما قرب منها ريحة التوم والبصل تكرع خلها الكلام ده يعني سمحوا يعني سوء أدب نراعي هذا رايحته عاشر اظهر في أسهل أجمل سينة حبة طيب وطيب شوف ما تحب المسك ولا تحب العود ولا تحب العود فيه نساء تحب المسك ولا تحبش عود ولا تحباش عينها لا معين يا بدنه تحبها تعمد أن تشتري لها مثلها أن تشتري تلبس بمثلها حين تأتيها كل هذه المعاني خاللك مطلوبة لأن هذا من التقديم لنفسك يقول تعالى نساءكم حرصوا لكم فأتعصكم ومشئتم وقدموا نفسكم كل المعنى الذكرناها دي أخواني داخلها فهتحت خولها وقدموا نفسكم إزاي أهاية امرأة نفسيا جسمانيا عقليا فكريا قلبيا عاطفيا إنها تعطيني أسمى ما عندها أنا قدمت هذا لها سمريت فين عندي هل تستوي المرأة التي يعشرها الرجل وهو ضربها ضرب العبيد ثم يعشرها كالمغتصبة تعطيه أعطاء المرأة المحبة أبدا أبدا يا إخواني أبدا هو نفسه بيبقى واحد لما أخذها عايز يخلص ليستمتع ولا يستلوته خلاف لما يكون قدم لنفسه فالمرأة بتعطيه أسمى ما عندها تمتعه تتمتع معه وده الأصل في النكاح وده قضية أختم بها دروسي أو هذه السلسلة آداب المعاشر الزوجيين ابن القيم رحمه الله تعالى أنصح بهذا في كتاب زاد المعات عمل فصل طريف اسمه آداب المعاشر الزوجيين حولي ثلاث ورقات ليتكم تطبعو وتوزعوها على كل الناس آداب المعاشر الزوجيين النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكل ما ذكرنا عند المعاشرة الزينة التجمل التطيب الاغتسال قبل المعاشرة وبعدها المسلم نازل يكون في أحسن هيئة حين يأتي أهله الرجل مر ما بقاش الرجل يعني طب أنا تعبان بقى خلين ايه اخرص وبعدها استعمل لا لا استعمل أولا هي نفسها تقول لك لا تعبان والتم والبصل طب خلاص اخرص وبعدها استعمل بقى خليها حماية واحدة لا خليها حماية دين قبل وبعد أقول هذا اللبن جابه لنسان مطلوب من مرأة أنت تزايد لرجل لكن تبقى خارج الشارع على سنة عشرة وقعد في الوت قدامه تفلة هذه كارثة الزينة مطلوبة للزوج مش مطلوبة للشارع لابد أن تعلم مرأة هذا أن يعلم رجل هذا فأسمى مكان يتزايد فيه الرجل أمام مرأته وأسمى مكان يتزايد فيه المرأة أمام زوجها لأن هودة المطلوبة هو الزينة ولها الزينة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هودة المعروف اللي شرع الله وفهم ابن عباس وغيرهم الصحاب إذا مطلوب أن يتزايد لها أن يتجمل لها قبل أن يمسها يجالسها يؤنسها يأنس بها يتسمع نس به يسقيها تسقيه تطعمه يطعمه ودنص الحديث والرجل يضع اللقمة فيه في مرأة له بذلك صدقة دنس معها يديها شوكولطاية يديها حد تيكولطاية حطها لأ في فمها له أن يأكل مما تأكل حطي لها موزة في بقها يقضها من جنب الثاني إيه المشكلة يا إخواني لا حياة في الدين وعدم إعمال هذه القضايا قد يدمر البيوت المرأة قد تكون تعبانة جنسيا ولا تجد سنوتها مع الزوج ولا لذتها وليعلم الرجال أن لذة المرأة أضعاف لذة الرجل كما جاء في الأثر فضلت النساء على الرجال بتسع وتسعين من اللذة ولكن الله سترهن بالحياة فلابد أن يعلم الرجل لذا قال النبي صلى الله المرأة للفراش الأصل الأول في الحياة الزوجية أن يتم للمرأة كل ما تحتاجه جنسيا رقم واحد قبل الأكل وقبل الشكر وقبل النفقات وقبل خروج الدخول حقها الجنسي حقها الجنسي المرأة لو تعبانة في هذا الجانب هتتعب الرجل وقد تتلكك لو على أي شيء إلا هذه تخشى أنها لو تحدثت في هذه القضية تتهم أنها شاكل بعض الرجال يفعل هذا وحضرت بعض المشاكل ولا تتبرعها شهونية شهونية إيه؟ حقها يا أخي حقها تقضي وطرها ولابد أن يرأها لآخر لحظة وهذه المصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أحدك أعجل من صاحبته يعني أسرع في الإنزال منه فلا ينزع حتى تقضي صاحبته وطرها ده نص كلام لابد أن ندرك أن هذا دين دين لا تفعله فلسفة ولا يعني تكرما لا أدى عبادة وأنت مأجور عليها لابد أن تمكن امرأتك من قضاء وطرها حتى لا تفكر في غيرك ولا تحدث لغيرك تشبعها تغنيها تعطيها ما يفيها طلبت مرة تسارع تعبان كحيان عالج من نفسك حتى لو لم يكن لك شيء غير أن تعين على قضاء وطرها لكان كافيا مش لازم تنزل أنت لو تعمل لكن تخضيها حاجتها وكذلك المرأة قد يحتاجها الرجل وليس لها حاجة يلزمها أن تعين على قضاء حاجته لذا جاء في الحديث لو دعى الرجل زوجته فلتجبه ولو على ظهر قتب يعني لو فوق جامل ما عرفوش يتحرك فيه اتمكنه فلتجبه ولو على ظهر قتب يا أخوان هذا المصوص هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أأتيكم بحديث حتى يكون هذا عمدتنا نص الكثير من رسول السن لابد أن تعلم المرأة أن يعلم رجل أن هذا الحق لابد من أدائه ولابد من تنظيمه نظمته أديت المرأة حقها لأن الإسراف فيه بعض الشباب في البداية يسرف هذا كل سئل في اليوم خمس ست مرات المرأة لا تتحمل هذا لذا قالوا ويعني كثرة الوقاع ده كلام من ذكر ابن الخيم وغيره كثرة الوقاع ليس ثماثين لا لأن هذا مإسراف وأمر المسلمين كله قصد فلا تسرف ولا تحجي إن قطعت كرسة وكثرت الإسراف في هذا الأمر كرسة المسلم الضارب بالتوسط وقت احتياجها مش كل أوقاتها تحتاج وكذلك وقت احتياجك إن احتاجت وجدتك أمام وإن احتاجت وجدتها أمام هذه المعاني إخواني لابد أن تكون بيّنة عندنا واضحة عندنا جليّة عندنا نقيمها في بيوتنا نقيم بها بيوتنا المرأة إن استراحت جنسيا أعطت وكذلك الرجل بل كما يقول ابن القيم وغيره أقشع صلاة ما كانت بعد وقع اللي جامع وذهبت عنه شواغ النفسي وشيطانه أقشع صلاة بعد الجبع المعاشر سواء لرجع المرأة حتى العبادة نعام به على هذا فنحن نستخدم هذه الفطرة وسيلة للإعانة على الطاعة على الخشوع على الخشية على المراقبة على حسن العمل له حسن الطاعة كل هذا من العبادة ليس شهوة أيها شهوة ورب العبادة ما سمها شهوة بل الفقهاء ذكروا ما هو شد قالوا هذا الجانب الجنسي في الرجل المرأة للرجل أن يعين المرأة على أدائه على النحو الذي يريحها أبو حنيفة قال النحو الذي يريحها قال عبرة عجيبة قال بعض النساء قد يكون فيها ما ليس عند غيرها وكذلك الرجال فبعض النساء لا تبائع الهرار القطط لا تجد سلوتها ولا تقضي وطرها إلا إذا عضها زوجها القطة ما لم يعدها القط لا تستسلم طب نعمل إيه إذا ابتلت المرأة بهذا الدال لو عضها أدوان لو عضها أدوان لا حياء في الدين حتى نعلم أن هذا الجانب جانب خطير ولا بد من الأداء فيه على النحو الذي يرضي الله فإن سلمت لنا بيوتنا وسلمت لنا يعني احتياجاتنا استقامت البيوت بدونها الاستقامة لعلي أكون يعني إيه أجزت وأوجزت في هذه الحضرات قدر كبير من قواعد التي أسلم بهذه وتحلوا بهذا الشكل طبعا أمر أكبر من هذا لكن ما قال له كفاء أقول العلماء لا تزوج بنتك لبخين نعم